وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا قال السياسي الإنجليزي إيدمون بيرك كلما ندقق في القرآن نرى كماله وعلوه يجذب المرأة أولا ثم يبهره ويحيره ويجعله شغوفا به يجبر المرأة على احترامه وبذلك ترى تأثيره في الأعمى وتقول المستشرقة الألمانية أنا ماريا شميل القرآن هو كلمة الله محاة بلسان عربي مبين وترجمته لن تتجاوز المستوى السطحي فمن ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغة ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارد لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقى بحروفه كاملا دون تحوير سوى القرآن الكريم ويقول البروفيسور يوشو دي كوزان إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون وكل شيء مكشوف أمامه وقال الكاتب والمؤرخ الوسكتلندي تومس كار القرآن هو الكتاب الذي يقال عنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال لديبول المني جوهانغوتي كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تحتز داخل جسدي وقال الروائي والمفكر ليوتو لستوي سوف تسود شريعة القرآن العالم لتوافقها وانسجامها مع العقل والحكمة وقال القائد العسكري نابليوم بونابار أمل أن الوقت ليس بعيدا عندما سأكون قادرا على توحيد جميع الحكماء والمتعلمين من جميع البلدان وإقامة نظام موحد على أساس مبادئ القرآن الكريم التي هي حقيقة وحدها التي تؤدي إلى السعادة وقال الفيلسوف الفرنسي المشهور ماري فولتر أنا على يقين أنه لو تم عرض القرآن والإنجيل على شخص غير متدين لاختار الأول إذ أن الكتاب الذي نزل على صدر محمد يعرض في ظاهره أفكارا تنطبق بالمقدار اللازم مع الأسس العقلية ولعله لم يوضع قانون كامل في الطلاق مثل الذي وضعه القرآن وقال الفيلسوف الفرنسي جوزيف رنان كلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكملات طالعت القرآن حيث أنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعتي بكثرة لو أرد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن ذلك الكتاب هو القرآن لغير إذن الكتب الأخرى ليس لها خصائص مثل القرآن الجرح الفرنسي الشهير موريس بوكاي قرأت القرآن بمعان ووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر المتقف بالعلوم العصرية يؤمن بأنه من الله لا يزد حرفا ولا ينقص إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل إعجاب للفيديو وترك تعليقك أسفل الفيديو